سلامة ومرحبا بكم في قناتي ميمو شانيل اليوم إن شاء الله بش نعمل وصفتين لعشاء يعني رومانسي هكا لأي مناسبة جي أول حاجة إن شاء الله بش نعمل الأكواب هذية متاع البسكوية معهم الصوص متاع الأفوكادو خذيت أول حاجة البسكوية تيوك خطر هو بحكم مالح ويعتبنها مش عادية مع الأفوكادو أرحتها بالباهي ومبعد تلكها حاطيتهم في الأكواب هذية متاع يعني الأكواب أي أكواب عندكم متوفرة عبيتهم حتى للنصف وفظلي شوية ما استغنتش عليه خليتهم وضفت لها كعبة من الأفوكادو كيف نرحيهم مع بعضهم يعطي برنا مش عادية يعني لمروحها متاع البسكوية مع الأفوكادو وزيتهم زادة شوية من التوريمي تنجموا تستغنوا عليه إذا مش متوفرة عندكم وزيتت ملعقة من المايوناز إذا مش متوفرة عندكم المايوناز نجموا تعودوه بالياغورت الطبيعي ملعقة كبيرة وخلطتم بعضهم وبعد تلك ضفت شوية من الملح زادة خطر ما يعني ضفتهم في لول وكيف ضغط حسيتها ناقصة شوية ولدستها شوية من الملح وبالنسبة للبنات وانتم ترحوا ماذا بيكم يعني أكتروف الملفوك تحاولوا تهبطوهم بش يجي يعني كرام ما تجيش معناها فيها تروف وكل ومبعد تلك حطيتهم في الكؤوس من الفوك ونظمتهم مكاكا وحكا براسك الوصفة منتعنا لولا المقابلات لولا نياه كاملت زيتها كان كعبات متاع كروفات هكا من الفوك للزيناء تنجموا تعملوا حتى بسكوين فتفة كاية متاع تشوك أي حاجة يعني للزيناء تنجموا تعملوا أي حاجة متوفرة عندكم ولا كعبات سوريمي المهمة أنتم تدفنوا فاها المرحلة هذي وبالنسبة للوصفة الثانية أخذت ملعقة كبيرة من الزبدة وزيتها ملعقة صغيرة من الثوم المرحي وزيتها شامبينيون مخصوصة كتروف تروف وبالبنات ماذا بكم دي ما تخلطوا هكا بشوية بش يعني التذبيل الشامبينيون زيتها شوية من زيت الزيتون وهكا هو يعني بقى كان بش بالنسبة للثوم حسدها شوية زيت شوية منه يعني يغطر شامبينيون مع الثوم دي ما رو يعطينوك في أي حاجة جربتها يعني كان السوب كان الطاجين لأي حاجة رهو يعطينوك مش عادية وضفت ساداء هكا ملعقة صغيرة من الملح ولكرام منطع الطبخ وهكا هيكا خليتها حتى لنوية عملت لنوية شكلها كيف الكرام وبقى يدي ما نحرك بش ما تتشدش وكا هو يعني هذية الفيلو اللي يعني كملت السوس متاع الشامبينيون متاعنا لبنات باعت ليكا كيف نحايتها ما مغسلتش المجلة خليت يعني بنفس النوكة هذيكا ضفت بركة شوية زبدة وحتيت شطروف هكا انت على الحم تنجم تعملوا سكالوب تنجم تعملوا ستايك أي حاجة يعني أي الحم توفر عندكم لهنا ضفتها ضفتها شوية من الكليل وزعتر وخليتهم هكا يتشووا مع بعضهم يعني يتحمروا في الزبدة وضفت زداء الملح وهكا كا براسك يعني وصفة ساهلة مفاها حد شي وراهي البنة ما نحكي لكم مش وزادت بين حاجة يعني كلاس هكا متاع مناسبة خاصة وكل جي معاهم صليتها وهكا كا يعني ولي عشاخ فيه في ضريف مت كامل وفي اللحنة اللي بنات باللزينة حطيت فيه كل صحن يعني بعد ما طاب اللحم كل صحن حطيت فيه طرف اللحم وحطيت من الفوق السوس متاع الشامبينيون وبالنسبة لسلاطة أعملت سلاطة مكسيكية إن شاء الله يعني إذا تحبوا نعطيكم الوصفة كاملة في فيديو آخر بخاطر ما وصلتش صورتها بصراحة يعني ما جدش على بالي المرة لولا بش نصور بديت بسلاطة في لول وبعتريك هكا خممت قلت عليش لا ما نكملش يعني نصور الفيديو كامل ونهبطة منها فكرة يعني العشاخ فيه في كذريف وإذا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليها بالاشتراك في القناة وتفعلي الجرس وبنسبة للمشركات اللي قدم يعني ما تبخلوش عليها بلايك هذي حاجات يعني تهجعني وتفرحني برشا برشا وخليكم على خير باي باي